ما خب بالك مدير الفني يعني مارس الكولر بعد المباراة النهاردة بحسب كواليس جات لنا في رقم عشرة الراجل اتعصب جدا بعد المباراة وحمل عدد من اللاعبين مسؤولية الهدف اللي دخلوا يانج أفريكنز وقال لهم الكلام ده ما ينفعش انه يتكرر ما ينفعش انه يحصل وانه في عدم تركيز واضحة ولكن طقت جدا طهر محمد طهر وقال له يانج وياسر إبراهيم ومحمد هاني وقال لهم انتوا تتحملوا مسؤولية الهدف اللي دخل فينا هدف التعادل قال لهم نصا كده احنا مش منتعلم من أخطاءنا والنهاردة كنا ممكن نبقى على قمة المجموعة ونلعب المباراة اللي جاية وإحنا مرتاحين وحطينا نفسنا في مقزة كبير وكل الفرق في المجموعة بقى عندها ثلاث اواربع نقاط والمطش الجاي اكيد هيكون صعب مع شباب والزداد بعد ما كان ممكن نخشه وإحنا الى حد ما مرتاحين وقال ان الأخطاء الصغيرة ممكن تخرج الفريق من البطولة ولو رحنا ودي نقطة مهمة هبقى أتكلم مع حضراتكم فيها بس أنا بنقل التصرحات كولر او الكلام اللي قاله كولر للعبين قال لو رحنا بالشكل ده كاس العالم للأندية هيبقى شكلنا سيء جدا ودي بطولة ما فيهاش مجال للأخطاء والسذاكة اللي بتحصل وانا مش راضي عن اي حد في مباراة يانج أفريكانز لان الشهود التاني كان من أسهل الأشواط اللي ممكن نخلصها بسهولة بهدف واثنين وثلاثة ونقتل المباراة ورجعنا احنا بنفسنا المنافس وإحنا السبب في انه يتعادل وكنا معرضين كمان للخسارة في الدقايق الأخيرة دي كواليس غرفة ملابس اللاعبين بعد المباراة ومقال كولر ليه اللاعبين بعد المباراة خاص لرقم عشر اللي قاله مرسل كولر ده نقطة مهمة وده لكو تلسه بقول لحضراتكم انك هتوصل لكاس العالم للأندية وتخيل معي تخيل معي الأهلي بيلاعب اتحاد جدة يعني ايه يعني بيلاعب بنزيمة مثلا تمام وبيلاعب عاد كمين من لعيبة اللي انتو عارفين كلها مواهب واسماء كبيرة في كرة القدم العالمية حال ينفع ما انتو اكيد مش توصل قدام اتحاد جدة بسبعتاشر وثمانتاشر فرصة فانت لو جات لك فرصتين ثلاثة سجل ويلا واطلع من المباراة طيب المباراة اللي بعدها مع بطر أمريكا الجنوبية المباراة اللي بعدها ان شاء الله لما يوصل اهلي النهاية بيلاعب شوف انا كلها امنيات ممتقية يعني ويوصل يلعب قدام مانشاستر سلي كل الفرص دي يا جماعة انت مع فرق قليلة جدا وسهلة جدا بتضيع فرص كتير الفرق الكبيرة مش هينفع تضيع قدامها فرص زي دي طيب اهلا بunity اهلا بقتى 80 Wham هstones اهلا بب تيت اهلا بباد حرف اهلا باب